بسم الله الرحمن الرحيم برنامج الجمبي ده برنامج منافس للفوتوشوب يمتاز عنه بميزة ان هو مجاني وبنصورس وبصحت زخيارة وممكن انته كويسة بتلاقي الوجه بتاحته قريبة من الوجه بتاعت الفوتوشوب فتلاقي مثلا قائمة فايل بتعمل منها اوبن وسيف وممكن تعمل خصائص للصورة إليك تعمل تحرير كوبي بيست تعمل فيل وز بكجراوند مسلا اتلاقي تريد لابعاذ تحديد لمعين عن طريق تحدد ان تريدا معينة المكانية عن طريق تعكس حاجة معيانة عن طريق حدث عن طريق بتخفيح حاجة لابعاذ تشفد نفس الوغد ادا اتشوفها لتخفي حاجة تظهر حاجة مقردت مثلا على زارته اداة حاجات خاصة بالصور لو انت عايز مثلا على المود اللي انت شغاله بيه RGB مثلا على الاعجي تغالي بيه تاني عايز تقلب الصورة الليارات تقدر تتخفف عايز الليارات جديدة عايز تعمل دبلاكات للليار الليارات هي تقدر تتدر تعمل تتحكم في الليارات تخفي الليار و تظهر الليار تعمل دليت بتتحكم في الالوان الليفل بتاعها الكيرفات بتاعتها التولز بتاعتك الفلاتر ما كبيرة من الفلاتر موجودة الويندوز تقدر تخفي النوافذ وتزاهرها زي ما انت عايز خلينا اقول له سليكت نان اقول له مسلا اعايز اعمل تحديد لجوزه معين بقول له كوبي واقول مسلا بست يديمي عمل لير وانا بقى اعمل سليكت تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز بالشكل دوت يعني فيه امكانات زي الفوتوشوب وماذا انت بشت في حاجة ولا محتاج ان تشغل وانت تشغل في شركة الموضوع هي بقى بسيط تقدر تعمل تدرج لوني زي ما انت عايز بالشكل دوت وفي عندك الفرش زي ما انت تحب المكتابة تحته كبيرة يعني لو اي حاجة انت بتحبها بتلاقيها موجودة على الانترنت بتلاقي فيه اه الناس كتيرا يعني متطوعا هي تتطور برنامج وتزهل برنامج وتشرح اي حاجة الناس عايزها في البرنامج دوت فالبرنامج يستحق ان انت تدله فرصة وتتجرب فيه ممكن يعجبك وتكمل بيه دعما هتلاقي ندي تعريبا نفس الادوات بتاعت الفوتوشوب ممكن كنت تشغل في شركة وبيقولك لا لازم تشي نوس خاص ليها وفي مشاكل فده باعتبار بديل كويس ان انت بتشغل به بدون اي مشاكل بس الناس تجربوا تدل فرصة ومشاء الله يعجبها واتحس ان هو كويس ترجمة نانسي قنقر